تحت صقف متصدع تقلب هذه السيدة أوامر الإخلاء التي وزعتها بلدية القدس على عدد من منازل الحوش الذي تسكنه في حي باب السلسلة داخل القدس القديمة بذريعة أنها غير آمنة للسكن ولسان حالها يقول لن أغادر منزلي 22 عائلة مقدسية تعيش بين فكي المأساة فمن جهة تواجه خطر انهيار منازلها ومن جهة أخرى تواجه أطماع الاستيطان هذه الحيطة بتدلاف ومنحطها نسطولة وما ماسح وبعدين هون كان فيه عندنا الحجر هذا نزل لحاله هايو من الحفريات بعدها عندي جنب المطبخ أول ما بتفوتي الباب مي هيك زي البحر خايفة يجوا ياخدوها لأنه حرام اللي بتخلى عن أي شبر في طراب القدس قالوا لنا معكم تلاتين يوم تطلعوا من هون وإحنا ما رح نطلع لأنهم هايو ما بياخدوا محلات كتير اليهود كتير بياخدوا في البلد أخدوا نص البلد بعض السكان أنهوا ترميم منازلهم قبل أسابيع قليلة برغم ذلك فوجئوا بالتشققات الحادة والخطرة التي نجمت كما يؤكدون عن أعمال الحفر الاستيطانية المستمرة في محيط المسجد الأقصى فضلا عن إهمال الاحتلال المتعمد للبنية التحتية سبب الحفريات والمي المي شبكة مسوسة كاملة موجودة هون ليش؟ لأنه تعالي من فوق من عند أول باب السنسلي لأول باب الحرم من تحت لآخره الحفريات بتسائل الجهة لشمال كل الجهة لشمال هذا إحنا لون تبين معنا بالحي إذا بتنزل بتزور الدكاكين والأحياء تحت بتلاقي نفس الإشي الأمطار الغزيرة قد تكون فاقمة المشكلة لكن فحصا أجراه عمال شركة المياه الإسرائيلية في الأيام الأخيرة كشف عما يصفه الأهالي بالبيرك تحت منازلهم التاريخية التي يبدو أنها تكونت على مدار مدة طويلة هنأم حميد القدس المحتلة الميادين